بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويتبت أقدامكم صدق الله العظيم بيان المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه زل مراد أوجل جالوا إشخرة تازربوا الكفرة في ضل ما يحدث في هذه الآوينة من تجادبات سياسية واقتصادية من دول خارجية على دولتنا ليبيا عليه نؤكد على الآتي أولا نثمن عاليا دور الذي يقوم به الجيش الليبي بقيادة المشيرة كان حرب خليفة بالقاسم حفتر لتحرير مدينة سرت وإرجاعها إلى حضن الوطن وانتصارات الجيش في الغرب الليبي وهو على مشارف قلب العاصمة طرابلس ثانيا الرفض التام والقاطع للمعاهدة المبرمة بين حكومة الفرقاطة الغير الشرعية وحكومة أردوغان ويعتبر الاتفاق لا غي لا قيمة له ثالثا نؤيد القائد العام على عدم توقيعه على اتفاقية موسكو موسكو التي لا تخدم الدولة الليبية بل كانت تخدم الميليشيات المتمترسة في العاصمة طرابلس رابعا كما يؤيد المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه مطالب الشعب الليبي في إقفال أبار النفط باعتبار عائدات الإنتاج يتم صرفها على تموين الإرهاب بجلب المرتزقة والأسلحة والذخائر ودعم الميليشيات المؤدلجة وعاشت ليبيا حر أبية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودنا يوم الأحد الموافق 19-21-20 الله أكبر شكرا شكرا